مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات بتسلم خمسة مليارات دولار أخرى المجتمع الدولي يتهم إسرائيل بمعادة الإنسانية على خلفية مجزرة رشيدة في غزة والمفوضية الأوروبية تعلن زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو وتؤخر جزءا من 82 مليون يورو للأونروا الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم لتلفزيون مصري أهلا بكم أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على السحل الشمالي الغربي لمصر وفي بيان لها أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اكتمال الدفعة الأولى للصفقة بشكل فعلي وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة تسلم خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لافتا إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري مع حصول مصر في غدون شهرين على المبلغ المتبقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أشهدت وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني بالصفقة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات التي بلغت قيمتها خمسة وثلاثون مليار دولار لتطوير رأس الحكمة وأوضحت الوكالة أن تلك الصفقة من شأنها أن تخفف من الضغوط الخاصة بالسيول الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف كما توقعت وكالة فيتش ترجع تضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الجاري وللمزيد مشاهدين ينضم إلينا دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دكتور كريم بعد التحية على ضوء إشهادة وكالة فيتش للتصنيف الاقتماني بالصفقة كيف ترى مستقبل الوضع الاقتصادي في مصر من وجهة نظر الوكالات الخاصة بالتأنيم التصنيف الاقتماني مساء الخير تحياتي بداية لحضرتك والاستاذ المشاهدين طبعا هذه الصفقة هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وبتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب للدخول في الدولة المصرية والعمل في اقتصادها طبعا هذه الصفقة بهذا الحجم دخلت الدولة المصرية بعد استشارات مع خبراء ماليين واقتصاديين ومكاتب دولية وأثبتت جميعها أن الدولة المصرية بتتمتع باستقرار سياسي وأمني واقتصادي وأن مستقبل الاستثمار والعمل فيها آمن تماما وبالتالي هنا دي النقطة التي تعتبر نقطة تحول لمستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة الدولة المصرية أرى أن مستقبلها مع مؤسسات التصنيف الاقتماني العالمية سوف يشهد تحول كبيرا في النظرة المستقبلية للاقتصاد أتوقع دخول تدفقات استثمارية أخرى من سواء من دول وحكومات أو من مستثمرين أجانب للاستثمار في مصر بعد حجم هذه الصفقة خاصة وأن الدولة المصرية دخول هذه الصفقة بيعكس أن لديها رؤية وأن لديها فكرة واستراتيجية تتعلق بتطوير بيئة الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري ومعالجة أي مشكلات أو تحديات فيه ودي نقطة مهمة جدا أن تكون الرؤية قائمة على استغلال الفرص في معالجة المشكلات والمعوقات الحالية في هذا الصدد دكتور كريم وفقا للمخطط الخاص بالتنمية العمرانية لمصر الفين اثنين وخمسين الذي تم اعتمده أعتقد كانت عام الفين واربعة عشر إلى أي مدى ترى أن مصر على أعتاب هذا الأمر أن تحدث هنا عن الاستثمارات في المدن الواعدة في المنطقة الخاصة بالساحل الشمالي الغربي يعني طبعا الاستثمار في هذه المناطق هو بيعتبر نقطة تحول لبيئة الاقتصاد ككل لماذا؟ لأن التطور في هذه المنطقة بيصحبه دعم وتطوير في العديد من الكطاعات داخل الدولة المصرية بداية من كطاع التشهيد والبناء وكطاع العقارات وكطاع النقل والمواصلات وكطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل هذه الكطاعات هي كطاعات بتصحبها التنمية في هذه المناطق وبالتالي كل هذه الكطاعات بتوفر فرص عمل لها وزن وثقل في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي معدلات النمو وانعكاسها على المواطن المصري والسوق المصري لأن الدولة المصرية من خلال هذه الصفقة هي بتستهدف تحقيق مستهدفات تنموية واجتماعية واقتصادية بتهم المواطن واقتصاد المواطن في المقام الأول ويمكن ده لما سناء من العديد من التصريحات الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزرة وبالتالي الاهتمام في المقام الأول خلال المرحلة المجبلة والاستفادة من عوائد التنمية في هذه المناطق وهذه الاستثمارات زي انعكس على المواطن المصري انعكاس هذه الاستثمارات دي نقطة مهمة جدا يمكن هي بتعد تفعيل للدولة المصرية لقانون حوافز وضمانات الاستثمارات رقم 72 واللي بتستهدف منه تعزيز وتشجيع النشاط الاقتصادي مع مراعاة الأهداف الإنمائية للدولة المصرية الدولة المصرية لديها رؤية ولديها استراتيجية وبالتالي لابد من ان تكون هناك خطوات فاعلة لتحقيق هذه الاهداف وبيعتبر الاستثمار الاجنبي هو احد عوامل وأدوات تحقيق هذه الاهداف بصورة كبيرة جدا في كافة دول العالم نعم شكرا شكرا جزيلا دكتور كريم عادل رئيس مركز العادل لأدرسات الاقتصادية والاستراتيجية التقى وزير الخارجية سامح شكري ريتشارد أتود نائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية جاء ذلك خلال حضور شكري منتد أنطاليا الدبلوماسية حيث استعرض رؤية وتقييم مصر لأزمة قطاع غزة والوضع في السودان والجهود المصرية لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة كما التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة جيفري ساكس جاء ذلك على هامشي متد أنطاليا حيث تناول اللقاء نقاشا معمقا حول ما تواجه ساحتين الإقليمية والدولية من تحديات اقتصادية والسياسية وسبل احتوائها ومعالجتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السشد أربعة فلسطينيين في الأقل في موصب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في مخيم البريج ما أدى لاستشادي أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر ليرتفع عدد الشهداء في غزة إلى ثلاثين ألفا ومائتين وثمانية وعشرين فلسطينيا وإصابة واحد وسبعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعين جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة حيث ارتكبت مجزارة جديدة بحق المدنيين بشارع رشيد في غزة حيث هذا العدوان وسط جدل كبير حول إعاقة قوات الاحتلال وصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية للمدنيين بالقطاع حيث تشير تقديرات أممية إلى أن معظم سكان القطاع مهددون بالمجاعة في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر في غزة حيث أصارت مجزارة شارع الرشيد في مدينة غزة جدلا واسعا فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات حول ما حدث في شمال غزة الخميس الماضي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر قال إن الحادث يبرز الضرورة الملحة إلى التوسع في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع استدامتها ووقف إطلاق النار في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين ولم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة غزة يعلمون أنهم سيلقون مصيرا مشؤوما جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي فهربوا منها وتعرضوا للدهس والتدافع ليسقط المئات منهم بين شهيد وجريح مجزرة شارع رشيد سقط فيها أكثر من مئة شهيد ومئات الجرحة أثناء محاولات من الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا ووصلت أخيرا محملة بالدقيقة عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة غالبية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تدخل برا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن تخضع للتفتيش من قبل إسرائيل تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة خاصة في شمال القطع وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 50% مقارنة بيناير المنصر جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأة ومسمع من جميع دول العالم ليزيد من جرائمه في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات أكثر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كتيريش إن مقتل أكثر من 100 فلسطيني كانوا يصعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة مسألة تتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا كما أعرب جو تيريش عن صدمته من تطورات الحرب الإسرائيلية التي أقعت أكثر من 30 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي ندد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالمجزرة التي اتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع رشيد بمدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وأشار بوريل إلى حاجة المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية مضيفا أن سقوط هذا العدد من الضحايا أمر غير مقبول على الإطلاق أعربت الصين عن إذنتها الشديدة لمقتل عشرات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال قطاع غزة هذا وحثت الصين على لسان الناتقة باسم خارجيتها مونينغ الأطراف المعنية وخصوصا إسرائيل على وقف إطلاق نار بشكل فوري ووضع حد للقتال وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته الشديدة لمقتل عشرات الفلسطينيين خلال توزيع مساعدات إنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة وطلب ماكرون بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا مجددا إدانته لعمليات إطلاق النار ومطالبا كذلك باحترام القانون الدولية يتذا فيما علقت كولومبيا شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل بعد استشهاد أكثر من مائة شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إنه أثناء انتظار الطعام استشهد أكثر من مائة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية مضيفا أنه لذلك السبب علقت بلاده جميع مشتريتها من الأسلحة الإسرائيلية في سياق ذاته أكدت الحكومة البرازيلية أن حكومة نتنياهو تظهر من خلال أفعالها وتصرحتها أن العمل العسكري في غزة ليس له حدود أخلاقية أو قانونية يحتفظ الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بمفاتيح منازلهم المهدمة أو المنهارة ويعتبرونها رمزا للأمل يتي ذلك في تقليد يضرب بجذوره في التاريخ ويعود للتهجير الجماعي للفلسطينيين في العام 1948 رمز لحق العودة ورمز لتمسك اللاجئين بعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها ولو أطلال تقليد أصيل بات عقيدة في وجدانهم منذ عام 1948 تقليد قوامه مفتاح ينتشر لدى الأهالي في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة حيث يمكنك مشاهدة مفاتيح عملاقة في أماكن متفرقة كجزء من التكسيد الأيقوني للنزوح الذي يفهم الجميع هناك معنى من جيل إلى جيل في بعض الأسر اللاجئة تنتقل مفاتيح المنازل التي فقدت في عام 1948 فتنائل هدن بتواصل مع أحد أقرباء موجودين في المكان فتن بتواصل عليه بقول بعوضك الله راح البيت أنا لم أقول له ضايل بس اللي في إيدي المفتاح اللي أنا بتتوجه فيه وهذا البيت يعني المفتاح اللي ضايل رمز لهذا البيت فهذا اللي أصبحت اليوم وهذا رمز صار في إدينا إنه هذا البيت وهي المشتاح اللي تبقى من هذا البيت اللي إحنا إيش كنا بنجاهد فيه أنا اليوم اليوم عمري 44 سنة السنة اللي أنا دخلت فيه في هذا العمر فيه بدأ أبدأ حياتي من جديد وأبدأ بيت جديد السيناريو يتكرر اليوم فمع مغبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطحى الأبناء يكررون ما فعله الأجداد حيث الاحتفاظ بالمفاتيح والصور المنازل بعد تدميرها أما هذا فيمسك بيديه عملة كتب عليها فلسطين ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني قبل نشأة إسرائيل حيث يتمنى الأهالي العودة إلى منازلهم بالرغم من أنها مهدمة تمسكا بالأرض والوطن هذا علمياً يسمى مفتاح بالنسبة للعالم أما لنا يسمى حلم كل إنسان حلم أنه يبنى بيت بعد تعب ومعاناة وتجويع في لحظة واحدة في لحظة واحدة يذيفة صهيونية بيعت حلمنا حلم أولادنا حلم مبنائنا لذلك تتبط في القطعة المعدنية هذه قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل من وجد الاحتلال الأسرائيل لعنا في البلد وحظرنا محتفظين فيه مهما كلف الثمان هو إذن ليس مجرد مفتاح بل إنه تقليد يضرب بجزوره في التاريخ ورمز للأمل والخسارة في آن واحد أظهر الاستطلاع الأسبوعي للرأي لصحيفة مأريف الإسرائيلية استمرار تصدر حزب المعسكر الوطني بقيادة وزير الدفاع السابق والوزير في كافنت الحرب بيني جانس بحصوله على 41 مقعدا في الكنسة حال أجريت الانتخابات حاليا وأوضحت الصحيفة أن جانس حصل على مقعدين إضافيين مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي فيما حصل حزب الليكود بقادة بنيامين ناتنياهو على 18 مقعدا كما الأسبوع الماضي وحصل حزب يشع تيد المعارض على 12 مقعدا أشار توسال إعلام إسرائيلية إلى معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود مشيرة إلى حاجة الجيش لسبعة ألاف جندي إضافي خلال الفترة الراهنة يتي ذلك في ظل تكبدي جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء استمرار الأدوان على قطاع غزة والاشتباتات المستمرة في أنحاء القطاع ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة خمسة من ضباطه وجنوده في معارق بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو أن حكومته ستجد سبيلا لإنهاء إعفاء المتشددين من أداء الخدمة العسكرية وأضف ناتنياهو في مؤتمر أن الحكومة ستحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش وفي الخدمات المدنية لافتا لأنه سيتم تحديد كذلك وسائل لتنفيذ هذه الأهداف وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في عام 2018 قانونا لإعفاء ذكور المتشددين من التجنيد تشهد مدينة العريش استفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات التي حجزتها مصر وجهزتها لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح البرية هذا وقد شهد المعبر واليوم دخول أكثر من 150 شاحنة من البوابة المصرية لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة بالإضافة لدخول شاحنات الوقود واستقبال الجرح والمصابين ومزدوجية الجنسية يتي ذلك مع استمرار مطار العريش في استقبال طائرات المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة المزيد يطلعنا عليها محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لتعمل أشقاء الفلسطينيين في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية داخل مدينة العريش وأيضا معبر رفح البري نتواجد في هذه النقطة تحديدا نقطة هامة في مدينة العريش وهي البداية بداية انطلاق الشاحنات المتوجهة إلى بعض الرفح لدخولها إلى قطاع غزة عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة إذا ما تبعتم هذه الصورة لعدد كبير من الشاحنات المتواجدة على جانبي الطريق هنا في مدينة العريش نتحدث هذه الشاحنات على جانب الطريق وأيضا الجانب الآخر عدد كبير من الشاحنات بها مساعدات جدائية بها مستلزمات طبية تستعد أيضا للتوجه إلى معبر رفح البري هذه المنطقة أو هذه النقطة تحديدا تتواجد بالقرب من نقطتين هامتين النقطة الأولى يا مطار العريش وهو المصار الجو الذي حددته مصر لاستقبال المساعدات من الدول التي تريد أن تقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وكان آخر ما وصل من هذه الطائرات طائرة اليوم إماراتية على متنها عشرة أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى النقطة الثانية التي تذهب إليها هذه المساعدات بعد وصول هذه الطائرات وهي المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر حيث يتم تجهيز هذه المساعدات وحملها على الشاحنات بالطريقة المخصصة والإجراءات المخصصة لهذه المساعدات لتذهب مباشرة إلى معبر رفح الذي لازال أيضا يستقبل عدد من شاحنات المساعدات نتحدث اليوم عن دخول 93 شاحنة لمنفذ العوجة بالإضافة إلى 96 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم كل هذه الشاحنات تخضع لعمليات التفتيش ثم تدخل إلى قطاع غزة بالإضافة إلى دخول شاحنات الجاز والسولار وأيضا استقبال عدد من المصابين والجرحة ومزدوجي الجنسية هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وأيضا الوضع أمام معبر رفح فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عودة إليكم مرة أخرى نجدد على حضراتكم التحية ومازلنا مع الشأن الفلسطيني والعدوان المستمر على غزة ترجمة نانسي قنقر أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المفوضية الأوروبية ستؤخر دفع جزء من مبلغ يقدر ب82 مليون يورو مقرر تقديمه لوكالة الأونروا فضلا عن تسلمه على دفعات مضيفة أنها تعتزم زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو يأتي ذلك فيما ناشد مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف نشدت الجهات المنحة التي أوقفت تمويلها للأنروا التراجع مثل هذه القرارات التي تعرض جهود الوكالة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة للقطر وخاصة في قطاع غزة وظفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وجدد المكتب الأممي التأكيد على دعمه الثابت لوكالة الأونروا ولمهمتها التي لا غنى عنها في قطاع غزة مشددا على ضرورة توقف محاولات تشويه صورة الوكالة أعربت 17 منظمة دولية غير حكومية عاملة في مجال الإغاثة عن قلقيها البالغ إذا التعليق الحالي والمحتمل لتمويل الأونروا أضافت المنظمات الدولية أن تعليق الدول المانحة لتمويلها للوكالة سيؤثر على المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة نصفهم من الأطفال أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فليب لاجريني أكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة بسبب تعدد وأهمية أنشطتها وأضاف لاجريني أنه سيكون من قصر النظر بعض الشيء لاعتقاد بأن الأونروا يمكنها فقط من الناحية الفنية نقل جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو إلى موظمات غير حقومية قتل ثلاثة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بانياس على صحل السوري تذلك بعدما دوت ثلاثة انفجارات عنيفة ناجم عن استهداف جوي إسرائيلي طال منزلا في أطراف مدينة بانياس على الساحل السورية أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ وطائرات المسيرة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة يوصل الإيرانيون عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلسي شورى وخبراء القيادة في البلاد يحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع هذا ودعت السلطات الإيرانية مواطنيها للمشاركة وبكثافة في الانتخابات موسيقى قال البيت الأبيض أنه لا يرى حتى الآن أي إمكانية لاستئناف المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس على طلب تنويل إضافية وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون في تصريح صحفي أنه لا يوجد بديل لموافقة الكونغرس على الطلب وأضافت أن هذه القضية ملحة بالنسبة للأوكرانيين وأن إلحاحها يتزايد يوما بعد يوم قال قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيركيس سيرسكي قال إن الجيش تصدى للهاجمات الروسية لكن الوضع صعب يأتي ذلك في حين حذرت روسيا الدول الغربية من أنها ستثير حربا نووية إذا أرسالت قوات للقتال في أوكرانيا مضيفة أنها تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف في الغرب مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثالث أعلن قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية تبعد القوات الروسية عن قرية هولفيكا إلى الغرب من أفديفيكا إلا أن الوضع في الجبهة الشرقية لا يزال صعبا وتقر السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة أفديفيكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لأشهر وكذلك بأنها تضغط على عدة مناطق أخرى على خط المواجهة وقال الجيش الأوكراني هذا الأسبوع إنه انسحب من قريتين إضافيتين قرب أفديفيكا ليخسر بذلك المزيد من الأراضي في ظل نقص الدعم من حلفائه الغربيين قائد الجيش الأوكراني ذكر أن بعض القادة كشفوا عن جوانب قصور في إدراكهم للأوضاع وفي تقييمهم للعدو مما أثر بشكل مباشر على استدامة الدفاع في مناطق معينة هذا وقد شكل الجيش الأوكراني والرئيس زلينسكي مرارا من أن القوات ليس لديها ما يكفي من المعدات العسكرية والزخيرة اللازمة لصد الهجمات الروسية في ظل نقص للمساعدات العسكرية من قبل الحلفاء الغربيين وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن القوات الروسية دخلت قرية روبوتين في منطقة زابوروجيا جنوب أوكرانيا التي كانت نقطة محورية للعديد من الهجمات في الآوينة الأخيرة ويأتي ذلك في حين حذر رئيس روسي بوتين الدول الغربية من أنها ستسير حرباً نووية إذا أرسلت قوات للقتال في أوكرانيا قائلاً إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف في الغرب بوتين أكد أيضاً أن القوات النووية الاستراتيجية في حالة استعداد تام مشيراً إلى أن الجيل الجديد من الأسلحة النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحدث عنها لأول مرة في عام 2018 إما نشرت بالفعل أو تم الانتهاء من مرحلة تطويرها واختبارها والتي تعد أكبر قوة نووية في العالم في الجيزة تتواصل لفعليات معارض أهلاً رمضان حيث تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين يأتي معارض أهلاً رمضان ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء يستمر معارض أهلاً رمضان بمنطقة الجيزة في فتح أبوابه للمواطنين استعداداً للشهر الكريم السنة العاشرة على التوالي وزارة التموين بتنظم معارض أهلاً رمضان مساحة المعارض بتقع على حوالي 2000 متر مربع دي مساحة العرض بخلاف طبعاً الساحة اللي في الخارج اللي بتم فصل عملية بيع السكر للجمهور برا المعارض علشان نخفف من حدة التزاحم اللي موجود ده المعارض الرئيسي للمحافظة الجيزة احنا فتحنا على مدار الأسبوع ده خمس معارض معارض في العمرانية والطلبية وأكتوبر والشيخ زايد والبدرشين وإن شاء الله تيباعاً إن شاء الله الغاطم إن شاء الله يباع المعارض على مستوى المحافظة كلها تتنوع منتجات المعارض من مواد استهلاكية غذائية أساسية من أرز وسكر ولحوم ومواد تنظيف وتتراوح التخفيضات من 10 إلى 30% نقدم جودة وسعر تنفسية المستورات كمه يعني حضرتك إحنا منتجاتنا بتنفس المستورات ونحاول نساعد طبعاً الدولة على خفض الدولار والسراد من بره يعني إحنا كمنتجات مصرية البداعة كلهم متوفرة المخازن بتاعة الشركة المصرية والشركة العامة عندها استوك بداعة للمحلات دي ثلاث شهور في المخازن اللي احنا منتكلم فيها المخزن اللي احنا منتكلم فيه اللي احنا منتكلم منه حالياً بيبقى عنده مخزن استوك شهر بيبقى قبلية عنده اللي فيه بيبقى عنده مخزن وهكذا يعني إحنا هنا كل سنة مش أول مرة ننزل والحمد لله لقبال هناش كويس وفي جماهير وفي زحمة زحم شديد حاجات رمضان بلح يا سوداني جزهين ديسبيب أراسيا مش مش هي يعني الجمل جميع المنتجات حاجات رمضان تخفيضات كل حاجة باش عليها ويأتي معرض أهلاً رمضان ضمن مجهودات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن بمائة وستين معرض بجميع المحافظات ويستمر حتى نهاية شهر رمضان كاريم بيبرس الترفيزيون المصري فتح منفظ جديد لمعرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الشيخ يقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي وبالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية ووزارة التموين احنا قمنا لحد النهاردة بأزد من 13 معرض ومتقدم لنا طلبات من بعض المواطنين والأحزاب إن شاء الله يكملوا 20 معرض في كفر الشيخ لخدمة المواطنين وبنحس الأهالي اللي تقدر تساعد معنا في المعارض احنا بنجيب تجار والتجار بتخسر ساعدونا برضو في ناس ساعدتنا في السمك في ناس ساعدتنا في السكر شركة السكر شركة الزيوت وزارة التموين كل ما بيكلش جاه احنا بالنسبة لكفر الشيخ كفر الشيخ أقل محافظة في الأسعار ونتمنى كل المحافظات تسعى السعي بتاعنا ضرورة المشاركة في معارض أهل الرمضان بمحافظة كفر الشيخ وعرض السكر للمواطن بسعر 27 جنيه للتخفيف عن كاهل المواطن والمشاركة في تخفيف عن كاهل أخواننا المواطنين في المحافظة التموين بيشرف على هذه المعارض يومياً على مدار الـ 24 ساعة للتحقق من أن فيه فرق في الأسعار ما بين السلع المعروضة داخل المعرض والسلع خارج المعرض الحمد لله السلع كلها متوفرة وكل حاجة متوفرة بصلاحة يعني وأسعار 100 في 200 ما شمسي بعد كيرا أسعار كل حاجة كويسة ومتوفرة أنا كنت هنا مبارح ولاقيت فيه فروق في الأسعار يعني مبارح كان بسعر والنهاردة بسعر أقل يعني الحمد لله كل حاجة كويسة هنا والسكر كتير بس الناس مش بالهدوة على النا يعني هي الناس لازم تبقى هادية شوية السكر يكله ب27 جنيه ومشاء الله كذا محل بيتوفره وبيبيعه بنفس الساعة شهدت محافظة الدقاهلية افتتاح معارض أهلاً رمضان بتخطيطات تصل إلى 30% حيث بلغ عدد المعارض بالمحافظة 21 معرضاً تضم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخافظة تتراوح من 15% إلى 30% عن سعر السوق الخارجي فضلاً عن توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخافظة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة منها أربع سيارات بمدينة المنصورة باجي أشتري من هنا الأسعار متناولة وجميلة وارخيصة وباجي هنا على طول أخذ السكر مكتوب عليها 27 كل السلع التمونية موجودة زيت، سكر، دقيق، كل حاجة موجودة ما شاء الله الأسعار أحسن من بره بكتير شهدت مخازن والسلع التمونية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف شهدت توافر كافة السلع التمونية والأرصدة الاستراتيجية من تلك السلع وذلك لتوزيعها على بدالي التموين لصرفها للمواطنين على البطاقات التمونية كل شهر وتأكد عدم وجود نقص في أي سلعة من السلعة الأساسية التي تصرف على البطاقات التموينية مخازن فيها أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية بأنواعها سواء السكر أو الزيت أو الرز والسلع المتنوعة التانية بالإضافة طبعا إلى الفروع التجزئة والهيابر التي هي ممتشرة في أنحاء المحافظة والتي نحن مشاركين طبعا فيها في معارض أهل الجمدان مخصصين جنب ركن في كل فرع من فروع الشركة أنه هو بيبيع السلع اللي هي مبادرة أهلا جمدان نظمت مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز كفرسعد بمحافظة الدميات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال أربع عشرة عيادة تخصصية كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإزدار قرارات على نفقة الدولة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقفية كما توفرت صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية طبعا قبل ما بننزل للقرية بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قادة البيانات اللي موجودة في مركز المعلومات عشان نشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنوفرها في القفلة إيه كمان الخريطة الصحية الخاصة بالمكان وإيه العيادات اللي هتدعمنا بيها وزارة الصحة عشان توفرها لنا بشكل كبير في القفلة بنوفر طبعا الفريق الطبي اللازم سواء أطباء خصائيين أو استشاريين على أعلى مستوى فريق الطمريد والإداريين والسائقين والفنيين كل ده بيتم إعداده قبل القفلة بوقت كبير عشان على مدار اليومين نقدم أفضل خدمة طبية للمريض هي بكشفنا الحمد لله وصرفونا العلاج ونات محترمين حلوين أو الدكاترة حلوة وماشاء الله التعامل معهم حلو يعني ما فيش إحراج ولا حاجة والضغط والسكر ما شاء الله بيقشوا حلو الناس كويس معنا صح القفلة فاق كل التخصصات فاق كل حاجة وطبعا الحمد لله كل بيكشف وكل بيأخذ علاجاته وكله تمام القفاف الموجودة هنا في عزبة هنا وفي كل الدكاترة موجودون وكله بيكشف وكله بيأخذ حقوقه ونصرف علاجنا ببلاش اختتمت فعاليات مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي المشروع يهدف إلى تمكين المرأة تماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي اختتمت فعاليات مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر والذي استمر على مدار نحو أربع سنوات بهدف المساهمة في تمكين المرأة المصرية تماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحقاقت طفرة غير مسبوقة لا سيما ملف تعديد وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإشراقها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حققية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بان تمكين المرأة واجب وطني المشروع الذي بدأ تنفيذه عام 2019 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي استهدف تدريب 300 سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والأكاديمية بالدولة والذي يركز على تعزيز قدرات المرأة ومعارفها ومهاراتها في مجالات القيادة المشروع الحقيقة فيه كذا مكون يمكن المكون النهاردة كمان اللي بيهمنا أولا لأنه آخر اللقاء مع 300 متدربة من القيادات النسائية على مستوى الجمهورية وتم اختيار 300 دول على الأساس أن هم القيادات من مستوى الأول والتاني ومن الجهات الأكاديمية والعدل مكونات ثلاثة يعتمد عليها المشروع ابتداء من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة مرورا بحصول المرأة على حقوق المواطنة وانتهاء بوصولها إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج والتي تراعي المساواة بين الجنسين بهدف رفع المهارات والقدرة الخاصة للمرأة والعمل على تجاوزهن العقبات والعوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة لهن في القيادة حقيقة تمكين المرأة من وجهة نظري تمكين سياسي أو اجتماعي يبدأ بالتمكين الاقتصادي التنمية هي الأساس لرقي المجتمعات ولموها بصفة عامة وعشان كده كان مهم جدا أن المشروع ده يبدأ بمرحلة أولى بإصدار البطاقات الرقم القومي اللي عادت كبير جدا من السيدات في أكثر محافظات مصر فقرا واللي نشايف النهاردة ما شاء الله النتائج بتاعته كانت مسمرة جدا وقدرت تحقق تارجت ممكن ما كناش نحلم به أو نتخيله من أكثر من عشر سنين جهود كبيرة تواصلت على مدار سنوات ركز عليها القائمون على المشروع لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة بمستهدف أساسية يتمثل في المساهمة الفاعلة للمرأة في تنمية مصر في مختلف المجالات ليصبح بناء مصر الجديدة بسواعد جميع أبنائها كافة رجالا كانوا أو نساء سواء بسواء أعلنت وزارة التاموين وتجارة الداخلية زيادة سعر توريد طن بنجر السكر ليتراوح سعره من 1350 إلى 1300 جنيه يأتي ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزرعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد بعد زراعة 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري من بنجر السكر في مختلف المحافظات تم الإعلان عن بدء موسم توريد البنجر لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكميات توريد مستهتفة تبلغ مليون و700 ألف طن وفرنا البزور وحفظناها بطريقة معينة وجينا في معاد الزراعة ودناها للمزارعين والدعم الفني عن قبل إدارة الزراعة للمصنع مع المزارعين تم الزراعة مبكرا وبالتالي نضج معنا البنجر مبكرا وبالتالي تم التوريد مبكرا بدأنا النهاردة بمصنع الفيوم للسكر وطمنا من رئيس مجلس الإدارة على انتظام عملية التوريد واستفافة في السيارات وبدء توريد البنجر وعمليات التكرير اللي بتتم وأيضا الإنتاج التموين أعلنت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيه ليتراوح من 1350 إلى 1900 جنيه ذلك بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وفي الفيوم قامت شركة السكر التابعة للحكومة بالتعاقد مع 45 ألف مزارع لتوريد 58 ألف فدان من خمس مناطق هي الفيوم، بني سويف، شمال المينيا، السيوت، وجنوب الجيزة ليتم منها إنتاج نحو مليون ونصف المليون طن بنجر تنتج مائتي ألف طن من السكر الأبيض حتى الآن كان مستهدف 10 معارض لأن حتى الآن فتحنا 30 معرض وشادر على المستوى المحافظة 14 معرض و16 شادر جميع السلع الحمد لله متوفرة بطم المواطنين نسبة تقفيد تصل لأكتر من 30% وأوضحت الشركة أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 120 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا من السكر الأبيض حيث تم التعاقد خدل الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية ذلك من حصيلة الشركة من تصدير الملاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا هذا التقرير مشاهدين نكون قد وصلنا لناية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة لأبرز ما جاء فيها من العالمين مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات بتسلم خمسة مليارات دولار أخرى المجتمع الدولي يتهم إسرائيل بمعادات الإنسانية على خلفية مجزرة الراشيدي في قطاع غزة المفوضية الأوروبية تعلن زيادة الدعم الطارئ للفلسطينين بمقدار 68 مليون يورو وتؤخر جزءا من 82 مليون يورو للأونروا مشاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية في تمام السادسة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر